السلام عليكم معكم اعت عبد المنعم من اكاديمية الطبيباتي سعيدة اني متوجدة معاكم النهاردة في فقرة كلمتين تربية على الماشي النهاردة هنتكلم عن موضوع العناد عند الاطفال يهمني اتدان اني اركز على معلومة اساسية ان العناد مش سلوط مرضي عند الطفل هو مرحلة طبيعية بيمر بيها كل طفل في مرحلة الطفولة المبكرة بتبدأ من سن سنتين لأربع سنين ممكن تبدأ بدري معانا شوية في مرحلة السنة ونص بيبلغ ضروة العناد عندي في سنة 3 سنين 3 سنين ونص بنسميها مرحلة المراحقة الصغرى لان العناد بيرجح معايا مرة تانية في مرحلة المراحقة لازم كل مربي لو ما ظهرش عنده عند ابنه صفة العناد ولو بالنسبة طئيلة يسأل المختص التربوي هو ما ظهرش العناد عندي عند ابني ليه طبعا هو بيجي لنا اشتكلنا اغلبهم انه اغلب الشكاوى عندنا حتى في الصفحة ان ابني عنيد مفروض للعكس لان هي صفة طبيعية من خلال وهي اساسية في تكوين شخصية الطفل من خلال العند بتعلم خمس مهارات الطفل بتعلم صفة مهارة الاستقلالية مهارة الاعتماد على الذات مهارة اختبار القدرات بيتعلم مهارة بناء الذات اهم كمان بيتعلم مهارة التفكير بيبدأ يفكر انه هو كيان منفصل عن امه بعدما كان بيعتمد على كل وظائفه الحيوية اللي بتلبها لام والده بيبدأ انه لا انا قادر ان انا اكل بنفسي قادر ان انا البس هدومي بنفسي طبعا لو احنا لا سمح الله لا سمح الله طمصنا صفة العند تماما ولا غناها عند الطفل منجيشنا عادب نفسنا لو ابني راح على المدرسة وكان انطوائي شوية كان متعلق بي زيادة عن اللزوم لاني انا مش سمحت له فرصة ان كان معنده مهارة الاستقلالية او الاعتماد على الذات فسبحان الله هو ربنا حطها فطرة في الولد علشان يبدأ يحصل فيه انفصال تدريجي يبدأ يسعد نفسه بنفسه يبدأ ان هو يكون عنده نوع من انواع الاستقلالية انا مش لصيق تماما للام طبعا من اخطر الامور لو احنا تمصنا عنده كمان مهارة التفكير هيطلع ابني قراراته مش من ذاته ممكن يتأثر بكلام اصدقائه ممكن يتأثر بكلام الاعلام ممكن يصير عنده ميول لأفكار متطرفة لانه خلاص انا معدش عندي صفت ان انا افكر ممكن الناس يقولولي لأ طبا هو لسه صغير مش هيتأثر بس احنا هنكون رسخنا عنده فكرة انه الغلب الاقوى انه اللي هيقمعني واللي هيسيطر على افكاري فانا هامشي معاه فبالتالي انا هنا تمصت جزء كبير عندي من شخصيته طيب ازاي انا امر في مرحلة العناد بسلام لازم اول حاجة طبعا العناد بحد ذاته مش مشكلة طريقة تعاملنا معاه هي المشكلة اول حاجة لازم تماما انفي صفة العناد عن ابني يعني ما بدأش كل شوية اقوله انت راسك نشفة وابدأ ادور على كتالوج العيلة مين اللي عندنا راسه نشفة في العيلة انت طالع لعمتك انت طالع لجدك انت صعيدي كل الكلام ده لازم نبدأ نوقفه المقارنات السلبية لازم نبدأ نوقفها شوف اخوك الكبير ازاي عائل شوف ازاي هو مطيع وبيسمع الكلام لازم نبدأ نوقف الحاجات دي تاني مسألة لازم اسيب له مساحة من الحرية انه هو يبدأ انه هو يكتشف ذاته ويلعب طبعا هو مش مقدر مساحة الخطر انا لازم ان انا اوفر له مساحة من اللعب انه يعني يتصرف فيها براحته من غير ما يأذين نفسه لازم اديله خيارات اعدادله الخيارات طبعا طفل العنيد خلاص انا مش عايز اكل بيض خلاص ممكن يأكل طب تاكل جبنة طب تاكل لبنة طب اعمل لك فول ابدأ ان انا اعدادله مثلا حتى في اصناف المأكلات مثلا في الطعام في الفطار ان هي دي بتكون احيان مشكلة كتيرة عند العمهات حتى في مسألة اللبس اخليه هو يختار هو عايز يلبس ايه مش ضروري ان انا البسه على مزاجي اعرض له مساحة الخيارات انه هو يختار ويحقق شخصيته لازم اقلل كلمة لأ يعني لازم كلمة لأ قدن يعني تتقلل في مرحلة الطفول المبكرة ما قولهوش لأ إلا اذا كان في عنده خطر على صحته البدنية طبعا لازم ان شاء الله في الفيديو الجاي لانجا مش عايز اطول عليكم كتير ان شاء الله هنتعلم امت نقول لأ لأولادنا فيه اربع حدود لازم الاهالي يتعلموها ان شاء الله موعدنا في الفيديو الجاي هنتعلم امت نقول لأ لأولادنا السلام عليكم واتمنى لكم أوقات سعيدة كانت معكم ايتام دلمنا من الأكاديمية الطبيباتي اشتركوا في القناة